طيب احنا بالتأكيد معكم في الصهرة مستمرين في تخطيط الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي وبالتأكيد بنشوف الجديد خلال الساعات اللي جاية وبقرة أرعى التدوري أبطال إفريقية كل القرى الإفريقية هتكون يعني لنظرات نحو إحدى فنادق المدينة السادس من أكتوبر هيتم فيها إجراء مراسم أرعى التدوري أبطال إفريقية الأولي كونفدرالية الساعة 8.30 ودوري الأبطال حوالي الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة طيب الفقرة دي بالتأكيد هنشوف رأي النقاط الرياضيين المحللين رؤيتهم كمان للأرعى وكمان مباراة الدوري تقنية الحكم الفيديو المساعد غيابة تقنية خلال الفترة اللي جاية ومباراة نهاية الكاسمة بين الأهل وبرمنز وكل ده بالتأكيد هيكون مع اتنين من نجوم النقدة الرياضي الأستاذ عبد الحاكم أبو عالم النقدة الرياضي بالأهرام أستاذ عبد الحاكم أهلا بيك أهلا بيك كل سنوات طيبين ورمضان كريم أهلا بيك ومعانا كمان الأستاذ أيمن جلبرتو الناقد الرياضي والمحلل الفني بالنور الدنيا أستاذ أيمن حبيبي محمد وحبيبي ابن سام أهلا بيك كل سنوات طيبين ومنورين نورا فترته كويس آه الحمد عشان عندنا النهار ده مواضيع مواضيع ده جزين عشان نسحب لده سخنة على طول يلا بي ايه رأيكو في موضوع الفار المش موجود في الدور تفضل خال خال الأول بص أولا الأزمة دي لازم نعترف ممكن أنا كنت بتكلم مع صديق الأستاذ محمد في الموضوع ده أن الأزمة دي تعود للمهندس أحمد ميجاد هو اللي قاعد سنة كاملة ما يدفعش الفلوس فلوس الشركة رغم أن أنا تفرقت على الانترو اللي هو قال لك أني أن التقنية نفسها دي الفرجن الأول اللي عمل فيه وفيه تقنية فيه أكتر من تحديث نزل تاني بس أنت دلوقتي الشركة اللي أنا حسب معلوماتنا وسطالة اللي أنا الشركة لها فلوس ونهاية السنة دي العربيات التلات العربيات اللي هما جابوهم هيقولوا بالتبعية للاتحاد المصري للكرة القدم يبقوا ملكية ليهم فبالتالي هو لو استنى لنهاية الموسم مش عارف ياخد فلوسهم بمعنى لأنه خلاص التقنية نفسها كل العربيات اللي هي موجودة دي هتروح لمين؟ ملكيتها تروح للاتحاد بحكم العهد اللي اتعمل في عهد الأستاذ عمر الجنين هتقول ملكيتها للاتحاد الكرة المصري فبالتالي أنت مش تعرف تاخد فلوسها كشركة أنا بتكلم هنا بوجة نظر الشركة الأسبانية فهو قال لك لا ستوب ما تطلعوش مش هنشتغل إلا ما ناخد فلوسنا طيب راحوا إيه اللي حصل دور على الموضوع اكتشفوا أن الفترة بتاعت المهندس اللي هي اللجنة الأحدية اللي كان بتدير اتحاد الكرة اكتشفوا أن هو ما كانش في حد يسدد فلوس خالص خالص ولا جنيت دفع ولا جنيت ولا السنة دي كلها الدفع جنيه بالتالي أنت لما جيت حتى المجلس اللي موجود نفس الموضوع مع أن دلوعة مش عارف ايه الموضوع طب الفلوس دي مكانش بدي تدفع حاجة ندفع ليه فأزمة فضلت متواصلة حاولوا سافر حد أزماني يحل الموضوع نفس الموضوع اللي احنا فيه الشركة مصممة على الفلوس اللي كانت طبقا للعقد وبتقول لك اللجنة الأحدية قالت لك مش هندفع فلوس ففضلت الأزمة دي لحد ما نسألت لك إيه ستوب مش هندفع فلوس إلا ما نشوفوا الموضوع هم يحلوا يعني خلال اللي أنا عرفته من شوية أن خلال 48 ساعة 72 ساعة بعد دخل الوزير ممكن الموضوع يتحلوا وترجع تقنية الفيديو بس طبعا اللي بيحصل وخاصة في مصر والزمج النهاردة شيء كارسي كارسي بمعنى الحرب فيه أخطاء واضح فيه ضربة جزاء يمكن حتى أنا شفت الكابتن حسان حسن قبل ما ندخل دخل الملعب نزل الملعب نزل الملعب فراكلة جزاء أنا كنا عشان كنا على الهوف لا 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 ده فيه كرة يعني دخل الملعب لأن الكرة أنا مش هقول لك ضربة جزاء واتخذ مثلا إجراء عقابلة خلنا في ضربة الجزاء أنا مش هقول لك انظر أو طرد خلنا في أن فيه ضربة جزاء كانت واضحة ما تقبلش أي لابس لو فيه تقنية فيديو كان رجع مش تقنية فيديو زيو بتاعت السنتين اللي عدوا لأ تقنية فيديو الحقيقة اللي ما تطبقها في ربا لأن السنتين اللي عدوا مكانتش بتطبق تقنية فيديو برد فالطبع ربا كان خلاص ضربة جزاء طبعا نتمنى أنها ترجع خلال اليوم اللي جاي لأن طبعا الدوري في مباراة مهمة جدا جدا خلي بالك أنت عندك دوري صراع الهبوط تحت مشتعل بشكل كبير عندك الصدارة النادي الأهلي هدفه كبير السنة دي فأنت جاي دلوقتي في مرحلة مهمة وحاسمة دلوقتي وتقول أنه ما فيش فاردة يعني كارسة لا طبعا موضوع صعب جدا وموضوع غريب أن كان عندنا وقت يعني الفترة الفات دي كان فيه وقت اللي هي مثلا الفترة بتاعت أن فيه مباراة أفريقية فمباراة الدوري أقل شوية بعد كيف فيه توقف دولي يعني التوقف دولي ده كان طويل كمان ما بداش نقول له هو يعني توقف دولي مدته قصيرة لا ده توقف دولي طويل وبالتالي إن الموضوع ما يبقاش بيتحل في الفترة دي كمان نرجع زي ما سوزعف حكيم كان بيتكلم إن كان فيه تصريحات أصلا لرئيس اتحاد الكورة والمسؤولين في الكورة إن أحد المسؤولين سافر أسبانيا عشان خطر التحدثات بتاعت التقنية التحدثات التقنية وإن إحنا هنعمل أب جريد وإن إحنا اتفقنا على جدولة إن الموضوع نتعامل بسعر الصرف اللواء قديم مش الجديد عشان خطر كل ده فين النهاردة اتحاد الكورة نفسه مش ليه فلوس عند الأندية كان بيطالب بيها قبل الانتقالات بتاعت يناير والأزمات الشهيرة اللي شفناها بتاعت القيد طب النهاردة أنت ليك عند مثلا نادي 80 مليون ليك عند نادي 20 مليون ليك عند نادي 10 مليون ما أنت لو لميت 50% من المستحقات دي تقدر تسدد النهاردة المستحقات اللي عليك سواء بقى للحكام للفار يعني لكن النهاردة أنت ما بتلمش وحسنة ان الانديية دفعت المستحقات بتاعت الموضوع يعني الانديية ما سمت يعني الانديية دفعت كل الفلوس الخاصة بموضوع التحكيم وتقنية الفيديو يعني الفلوس دي مدفوعة وكي كده مدفوعة فما فيش أي سبيل أو أي مجال لك تقول أنت ما دفعتش ليه لأ والنهاردة كمان زي ما بنتكلم نقول صراع الهبوط في يعني في كازا أكتر مفاق نتكلم ممكن تمن فرق تمن فرق ممكن يكون واسلا بنفس في الهبوط ممكن يأثر على فرق بشكل كبير جدا التنافس الأفريغة كابتن أساني لأ عندك مباراة بكرة مهمة جدا أمام غزل المحلة لأ والتنافس كمان في المربع الزهبي يعني في أنديا بتحلم نتلعى دوري أبطال وعايزة تكمل في الكون فيدرالية فالنهاردة المقاولين ماشي بنقطة بنقطة نعزمك على فكرة النهاردة المقاولين ماشي بنقطة في المنافسة والمالتحاد السكندر في المنافسة برامة زو فيوتشر موجودين والنهاردة الأهلي لسه عنده مؤجلات يعني ليه هنخش في نفس الحزبة ونفس الأزمة هي أزمة أنا شايفها أنه لأ النهاردة لازم تخش وتدفع خصوصا بقى كمان إيه تقمية الحكم الفيديو المساعد في عين الكاس يعني مش مؤكدة بنسبة وهيكون حكم مصري وهيكون حكام مصري لا أنا للأمانة احنا كنادي أهلي كمان يعني في مطشاة زي كده خصوصا المنافس بتاعك في نهائي الكاس ما بيطلبش غير حكام أجنب في مطشا فهو يعني شوفنا المباراة الأخيرة اللي كانت في مطولة الدوري يعني بص يا كابت النسامة أنا مطلبش مش قصدي منافس وجي على مبارتك لا ده لما تسأل وقتها أنت ما طلبتش ليه قال لك أصلا الحكم اللي جاي كويس قالوا طبعا عرفت منين أنا 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 مش عايز أنا مش قصدي حاجة يعني سيئة بس النهار ده طالما أنت بتطلب حكم أجنبي المباراة معينة ده معنا أنت يعني كمنافس لأ أو أنت كمنافس عندك مشكلة أنت شايف أن الحكام بيجوا معك في المباراة معينة عنده طب فالنهار ده أنت ليه تحط حكم مصري تحط عليه ضغط ليه كمان هتحط المباراة من غير تقنية فيديو ولين النهار ده أصلا يبقى في كلام أن وزير الشباب ورياضة بيتدخل عشان يحل مشكلة وجود تقنية الفيديو من عدد يعني هل الموضوع كبير قوي كده عشان خاطر أن الوزير بنفسه يتدخل لأ دي مفروض دي أبسط لما الوزير يتدخل يحيل الأمر كاملا بزق للفار الوزير يدخل للفار الوزير يدخل للقيد الوزير يتدخل عشان الملاعب الناس المسؤولة عن الكورة أصلا بتعمل ايه هي دي الفكرة كلها سنحكين في سؤال مهم عشان بس نقف التقنية الفيديو طب سنة كاملة اللجنة الثلاثية الأحدية الأحدية طيب ما دفعتش المستحقات رغب أن في السنة دي تحديدا اللجنة صرفت فلوس كتير جدا في مشروع الهدف وفي حاجات كتيرة وفي تعاقدات مع جهزة فنية وفي انجادة واتنين مساعدين طب كل المصاريف اللي اتصرفت دي طب لماذا صرفش في موضوع التقنية ايه الهدف احنا اكتر ناس نعرف نحط حاجك قالك ان التعاقد ما كانش واضح طيب ما التعاقد ما كانش واضح طيب ما حدث تسعى انك تعمل فيه تعاقد واضح بسهولة جدا انه الامر بسيط على فكرة يعني انت انت لو تتتكلم بسهولة الامر سهل جدا قالك ان انا استلمت من ده حسب المعلومة وما كانش فيه تصوية قالك ان انا استلمت من اللجنة الخماسية اللي هي كان براستر في زامر جنيني عقد مش واضح طيب وكي وعدت سنة كاملة ما تدفعش طيب ما العقد مش واضح طمحات توضح طمحات سنة ما تدفعش مع فرق الدولار مع فرق طبعا انت دولار لما تجي تتفاوض لما كان في عقد بز عمر جنين كان الدولار بكام دولار بكام كل ده في التفاوض بيفرد كتير جدا ويفرد أرقام يعني انت بتكلم في تارت تلاف دولار لماتش دلوقتي لو ان كنت تتتفاوض مثلا على خمساشر جنيه غير ما تتفاوض دولار على تلاتين جنيه بنشوف فيه كوارث في موضوع الخطوط ضربات الجزاء بنشوف الزوايا فيها كوارث النهاردة الناس بتتكلم في تقنيات يعني هنوصلحنا امتى يعني لو احنا لحد دلوقتي مش قادرين اصلا تعرف صح يعني تأكيدا لكلامكم تعرف ان مطش الاهل مثلا مع الترجي او الرجاء اولوداد مثلا يوم 22 ابريل السنة اللي فاتت تم استخدام التقنية اللي موجودة في مصر لأول مرة الاتحاد الافريقيا يتعاقد مع شركات ملاهاش علاقة تماما بالتقنية اللي موجودة في مصر والمغرب يعني التقنية اللي هتيجي في مباراة الاهلي يوم 22 ابريل دي مش موجودة في مصر وهتشوف لقطات وهتشوف كمان ربط التقنية دي ملاهاش علاقة بالإزعادة الخارجية ملاهاش علاقة بالمخرج المباراة فيا بس مع كامل الاحترام بعد ازنك يعني عاد حتى لو التحديث الاول في تقنية الفيديو لو الراجل اللي قاعد على الفيديو عنده نزاهة وعنده ضمير اللي همار هتبورده كويس جدا لأنه مجرد عامل مساعد السنتين اللي عد كابتن وثامة محمد اللي كنا بنشوف في الدور ما كانش في حاجة اسمها تقول لي ان في حد يعني أنا عمرو بانس الهدر بتعبير ستاو كوارث الهدر بتعبير ستاو ده مش محتاجة انت مش محتاج تقنية الفيديو انا في الدرجة الثالثة مش محتاجة في حاجات انت بتكلميش على فكرة انك تجيب تقنية اعلى ده شيء مش وحش خالص انك تجيب يعني اعلى حاجة وصلها مسلا كابتطبق في منديول عشرين اتنين وعشرين ده شيء كويس جدا وده حاجة كويس جدا بس حتى الحالي اللي هو رقم واحد اللي هو الفرجن تحديث الاقل ده ده كويس جدا طيب خلونا نتكلم بقى عن الصورة الاحلة نسيب السلبيات شواء ونتكلم عن الصورة الاحلة جمهور النادي الاهلي في مباراة الهلال وعلى ما اعتقد ان دي البداية الحقيقية لعودة الرياضة المصرية علشان نشوف ملعبنا مرة اخرى وهتكون لأدوار القادمة ان شاء الله في دور التمانية في دور ابتالي افريقيا الزرح انا فضل بيكو بقى كان الخالي الاول ده بص النادي الاهلي عمره ما رحنا على جماهيره خسر في حياته وعمره من انت تيجي تتكلم يقولك حد مثلا معين اصل جماهير الاهل لو جيت قلت لها تديها نصايح مفيش الكلام ده جماهير الاهل مديش نصايح جماهير الاهل مش محتاجة واي حد يحاول يتكلم وقولك اصل جماهير الاهلي اصل جماهير الاهل مفيش الكلام ده جماهير الاهل مش محتاجة انا كنت موجود مثلا مش هقولك دخلت الملعب كنت موجود مثلا في المحيط اللي حولي الملعب الجماهير وهي خارجة من المطش السلوك غير عادي وكل ناس اللي قالت ان الجماهير الاهلي تجاوزت انت رسول محمد كنت موجود في الملعب ما حصلش تجاوز والناس اللي بتحاول تلفق حاجة الجماهير الكلام ده مش موجود وحتى بعد المطش الناس خرجت ووصلت بيوتها بمنتهى السلسة وكانت تشجيع مثالي لأقصى درجة جدا فجزئية النادي الاهلي حد يوقع جماهيره ده مش محتاجة الجماهير كانت على اعلى مستوى وعلى فكر لو فيه استايد بيشيل 200 ألف كان حضر 200 ألف كان حضر 200 ألف مظبور طيب الجمهوري يا عيمان ده أنا كنت في الـ أنا فطرت يعني فكرة الواحد انه يفطر في الساقة أنا بحاول افتكر اخر مرة فطرت فيها في الاستايد انا حضرت المباراة بالملعب اه في الملعب انا فطرت يعني يقول اخر مرة فطرت فيها مواطش اهلي واسماعيلي اللي هو بتاع بنيو كان جاب فيه جون اتنين واحد في كلها حربية او قابلوا ماتش اهلي وزا مالك للاسف كنا خسرناه بتاع جمال حمزة واحد صفر لو كان قابل قابل استايد قرميه في الايام كاس الامم فاصلا الجمهور واضح ان هو جعان عشان يحضر ماتش يعني فكرة 50 ألف او 60 ألف استايد قاهرة دي من فترة طويلة جدا ما حصلتش بالاضافة لان ماتش جاي في اجواء رمضان في يوم اجازة الظروف النادي الاهلي في المجموعة كمان ان محتاج انه يكسب بسخور كل خلت انا يعني حتى لو تكر زمان الناس لما كان بتفطر في الاستاد او بتفطر مثلا ويه دخل في الطابور برا عدد قليلة بتبقى جوه لكن المرة دي انا لما دخلت الاستاد وقت الفطار انت بتتكلم ان الـ 50 ألف كانوا قاعدين بيفطروا جوه التشجيع ايه وتشجيع كورة حماس الكورة هتفات الكورة منوشات حتى الكورة عشان انت بتحاول تكسب وتضغط تخرج المنافسة عن شعوره بالشكل بتاع الكورة فيش ايه فيه كلام في البيان بتاع النادي الهلال والامانة شوانس عمري فاروق النهاردة كان ليه تصرحات جميلة جدا ازاعية بيتكلم في الموضوع ده بكل اساسة وان النادي الاهلي دايما ما عندوش يعني الكلام اللي بيتقال ده ده مش النادي الاهلي انت ارجع للبيان الاولاني اللي عملوا بعثة الهلال منذ قدوم الاستقبال الرائع والاستقبال الرائع في المطار القاهرة والكابتن سامير عدلي والاجراءات واشاده اشادها كبيرة بالنادي الاهلي لكن من الواضح ان الخسارة تلاتة كانت يعني كبيرة وما السرع ليهم بالرغم ان الكابتن الموضوع ممكن تخرج برقم اكبر من كده وكان يظل يعني علامة فارقة في مرات الاهلي والهلال السوداني بالزبط لكن هنبعد يعني خلاص الماتش خلص احنا طبعا كنادي اهلي حققنا هدفنا زي ما استاذ عب حكيم كاب يقول واحنا الناس خرجت من الملعب وعلى فكرة جمهور الاهلي السوداني ده كله ما نقدرش اقول حتى بعض منه كلهم عايشين هنا في مصر يعني الناس دي عايشة هنا معنا في مصر السنين في جالية كبيرة جدا للسودانيين موجودين هنا وبيحضروا والناس مراوحا يعني هم راحوا الستاد في المواصلات العامة زي يوم زي جمهور الاهلي وهم مراوحين رواحوا في المواصلات ومفيش اي حقق يعني بعد المدش ناس بتهزر مع بعض يعني حتى في الشارع الناس بالليل كله بيهزر مع بعضه الأمور سهلة فدي بداية كويسة نتمنى انها تستمر في كل المباريات الكبيرة والمهمة نشر عحمد عربي كله بنقعد معهم عادة على الفكرة أنا بس مندهش والله العظم والله العظم شارع عحمد عربي يا كابتن يا سامان يا زل العلاقة ما بين المصر مش اقول لأهل المصر والسودان علاقة واخوضة والله يا كابتن عمر ما بتقعد أنا بتكلم على مكان أنا بروح أقعد فيه تمام أغلبه هتلاقي أغلب الناس دوع سودانيين عمرك ما تلاقي جزئية عمرك ما تلاقي جزئية حد بيقولك انت سودان ولا مصري أنا مندهش بس من النبرة اللي احنا وصلنا لها إيه جامعة في إيه وانا والله العظم ببص المصر كابتن شطة عندنا يعني عايزين نديه الجنسة المصرية كابتن شطة مصري أصلا يعني ما بتكلم جد والله كابتن شطة يعني الرجل اللي بره إطار الكرة وللأسف الإدارة اللي بتقود نادي الهلال دلوقتي لها أهداف تانية وده الأستاذ عمري فاروق وده وضح جدا جدا أنا عايزة أختم حتة دي يا محمد بفكرة أن أنا نفسي ماتش الأهلي والزمالك اللي جاي اللي هو هيبقى في الدوري يبقى يرجع تاني إن شاء الله النص والنص ده عشان والله الماتشاط هاي دي متعتها نهارده جمهور الأهلي عفك مبارح مثلا ثلاث تلاف مشجع ماتش الغزل المحلة مبارح كان فيه ناس بتحجز مقفول فهي الناس جعانة أن هي تحضر ماتشاط في الدول علشان كده يا سيد حكيم كان بقى مهم جدا من إدارة النادي الأهلي بقى شكر للدولة المصرية مؤسستها وزارة الداخلية كل الوزارات المعنية اللي قامت على اليوم الحلو ده كون بصراحة يمكن أنا مش عايز أقول مثلا لأول مرة لكن لا هو كان فيه تجارب بس مش تجارب ما وصلتش للمستوى ده يعني بصراحة المرة دي النادي الأهلي اتحرك صحي جدا عشان بس نبدأ الموضوع من أول وبرضو احنا ما ناخدش الموضوع لأهلي اتحرك صحي جدا شك اللجنة كان بإشرف كابتن محمود الخطيب وكان بيتابع كل كبيرة وصغيرة تواصل مع كل جهات الدولة تمام؟ كان فيه لجنة دارة المباراة حتى بعد الكابتن الخطيب ما اتعرض لوعكة صحية ربنا يشفي إن شاء الله ويرجع سالما للنادي الأهلي بإذن الله حتى بعد ما اتعرض لوعكة صحية كان بيتابع مع اللجنة وكان بيتابع مع الجهات المعنية الدولة بدورها أو جهزة الدولة تواصلت مع النادي الأهلي وقدت تجاوب برغم الوفع على 50 ألف كنا نتمنى العدد يبقى أكتر بس كان فيه تجاوب وكان فيه حاجة كويسة جدا جدا للمرة دي إن انت يبقى فيه على الأقل 80% من قوة الأستاذ مليانا وكان بالفعل وجماهير ندي الأهلي كمان ردت سيبك حتى مبيعي جماهير ردت بشكل كويس جدا إن انت كنت ملتزم إن انت سهلت الأمور بشكل جامد جدا خليت حتى الدخول والخروج ما تلاقيش مثلا شاكوا حتى لما حصل بعض الناس اللي هم يعني مش عجبهم الاستقرار اللي في مصر طلعوا وعملوا لك ركبوا لك هتافات قديمة على صور في المدرجات وزارة الداخلية دافسة اللي طلعت نافي تقارية الكلام ده قديم ودي حاجة صورة يعني تكامل كويس جدا وعشان كده نتبقى لتاني يوم ووجه الشكر يا جهزة الدولة لوزارة الداخلية وقال لهم إن إحنا كده هتتعاون نتمنى إن الأمور تسير بالشكل يعني نفس الشكل ده ونكون مطش برمتز برضو يكون نفس العدد يكون مطشات اللي جاية خصوصا الأهل جاية عنده يعني دور التمانية هتلاعب فريق من فرق التلاتة ترجي أو رجاول ده الناس دي بتمتازن الملعب بتاعها بيكون مليانة فنتمنى نتمنى مطش كمان هيكون في العيد يا حكيم مهم جدا مطش تاني نتكلم فلكيا نهو تاني يوم العيد تقريبا للمباراة لو يوم 22 هتبقى تاني يوم العيد فبرضو هيبقى يوم تاني الناس ستبقى مستنيها لو ساعة كاملة لأن الأمنام السنة اللي فاتت في الساد السلام اللي هو أصغر من الساد القاهرة نقدر نكون المباراة كانت في ربع النهائي بساعة كاملة وكان فيه جمهور كبير لكن الساد القاهرة نفسه هو ليه روح وليه الشكل بتاعه وليه الستايل بتاعه اللي هو دايما نحن نكافع هو ده الساد الرعب الساد اللي الناس لما بطيت لعب النادي الأهلي فيه أو منتخب مصر أو أي حاجة لما بيقى مقفول الأمور مختلفة تماما وجمهور الأهلي فعلا جعان للمتشاط دي الناس نفسها ترجع تاني تروح للمتشاط زي ما كانت متعودة الأجواء خلاص داخلين في صيف الجو هيبقى أحسن المباراة بالليل هتبقى أفضل كمان موضوع أسعار التذاكر ده كان مهم جدا لأن فكرة التذاكر لما تبقى في متناول الجميع 50 جنيه للدرجة التالتة ده سعر مثالي جدا يعني تتكلم في مبلغ يعني في الوضع الحالي مناسب جدا 60 درجة تانية درجة الأولى يعني الأسعار لكل الدرجات مناسبة جدا فالنهاردة كل ده أنت بتخلي الصناعة بتاعتك والكرة بتاعتك في وضع تاني بتخلي أن الناس حتى وهي بتتفرج عليك تشوف أن يعني النهاردة بنتكلم مارسل كولر في فيديو ليه كده محمد وهو واقف يتابع بيشوف الجمهور قبل المباراة هو هو شاف في الإمارات مثلا الحضور الجماهيري لكن شاف في كاسلة عام الأندية مثلا حضور جماهيري لكن هو في مصر تقريباً دي أول مرة يشوف جمهور النادي الأهلي مالي لستادة كامل يعني أي حد هيتفرج عليك هيقول طب الناس دي فين فنتمنى أن دي تبقى خطوة إيجابية لو اشتغلنا بنفس الإسلوف وكل المباراة اللي جاية هنوصل نحن عادي جدا نرجع زي زمان وزي الحياة وماتش الأهلي والزمالك نص ونص وبالروح والأمور خاصة كمان محتاجين جمهورنا إن شاء الله في دور التمانية نقرأ أورة الدورة بطال أفريقيا تتنبقوا مين بقى السيد حكيم اللي جالكم ومنتوا على فكرة في الإنترو أنا متوقع الرجاء برضو أنا أتمنى الترجي لكن أنا متوقع الرجاء أنا متوقع الترجي متوقع وتتمنى الترجي اللي جابة توليس للأمانة بس برضو بالمناسبة دي صورة طبعاً يمكن كابتن محمود الخطيب عام 2020 وهو في السودان قرم علي جاجرين نجم الكرة السودانية ونادي الهلال وخلال ده خلال زيارته الرسمية للسفير المصري في السودان حسام عيسى يمكن كابتن منتخب السودان الأسبق كان موجود والكابتن محمود الخطيب كان الحريص على تكريم وجماعة طبعاً كلام ده في 1 فبراير 2020 إذن القصة أنا فكر على فكرة معلش شاطع الكلام في الزيارة دي في ناس راح تستقبل الكابتن علي جاجرين راح تستقبل الكابتن الخطيب في المطار أول من درسها وصلت استقبلهم في المطار في السودان ومن باستنادلها وصلنا لفاكر المضادة كويس هي المشكلة المشكلة لا في الأهلي ولا في علي جاجرين هي المشكلة في مجموعة معينة بتدير نادي الهلال دلوقتي لأسباب هي مرحلة وانتهت يعني خلوهم بقى يتكلموا في أي تفاصيل إحنا بنبص عندنا قرع خلينا حلف مشوارنا ونركز في أمورنا سكت بويب بس تصعب عليكم لأن انت ما عملتش أي حاجة يعني انت لو تبص على الحصر السنة اللي قبل عدت السنة اللي عدت معاك في فينك في السودان مثلا قلت بتتكلم على قصص ثانية المطش بحقق ربنا حتى بص شاهدنا أبع فير معاك لو في مناوشات حصل بعد المطش فقط اللي بس اشتك عليها على فكرة شوف أنا أقول لك كل حد أبعد مدى من حقك أنك تشتكي ونوش تحصل باللعيبة لكن ما تطلعش تقول حاجات ما كانتش موجودة أصلا على أرض الواقع عنصرية وفيش الكلام ده للمرة الخمسين لأفرقة اللي عايشين في مصر يساوي أعداد دولي ما فيش حد طلع في مرة اشتكى يعني لأفرقة مش هقولك السودانيين لأفرقة اللي عايشين في مصر مش هتلاق واحد طلع اشتكى طيب طيب عشان معانا القرعة دلوقتي على الهوى تتنبأت الترجي أنا قلت أتمنى الترجي بس هي الرجعة أنا قلت أتوقع الترجي لا نجرب نجرب على الهوى وكل واحد يسحب ونشوف فين الكرة السخنة الكرة السخنة والكرة البرد طيب طيب مصنم لا لا استنى لما يسحب الأول ومعيش التلاتة ماذا كده طلع فريق ده الترجي الترجي يعني ايمان ايمان جلبي ينته اسمت لها بيدك اسمت بيدك اسمت اين ترجي سحب الترجي ساز ايمان جلبي حط الورقة التانية ايش شوف الساز عبد الحكيم اقلب الورقة كده شوية ساز عبد الحكيم بص ايمان ايمان تخصص قرع من زمان اه فعارك خلي بالك كلهم راجع ايه الرجال الرجال هي كل واحد بيتوقع ما يتمناه بس عايزين نقول حاجة برضو عشان يعني اكيد الناس هتتناول طبعا كلامنا احنا بنتوقع وبنقول مثلا انا وجهة نظر ان الترجي النسخة دي مش في افضل حالاته يعني مش افضل من نسخ السابق لكن يبقى ان الترجي التونسي واحد من الاندية الكبيرة في افريقيا لما بتلعب مباريات هناك برضو الامور ما بتبقاش سهلة لان برضو خلي بالك النغمة البتاعت برضو يعني هم عندهم برضو هم أسادزة في فكرة ينايمك شوية مغناطيسي طبعا قيمة النادي الاهلي في افريقيا حاجة كبيرة جدا لكن هم لما يعني في الوقت اللي زي ده ومحمد من الناس اللي بتتابع بقى الردود شفتوا تصريحاتهم الاخيرة انه نبعد نسافر تنزانيا في تصريح لكابت نابيل معلول طبعا لسه بنحاول نتأكد منه قالك ايه لا انا عندي ألاعب الاهلي او شابت القبائل عشان المسافات قريبة ننتظر كله بكرا ان شاء الله بس لا في توضح صغير احنا مش معناها لما احنا بنقولنا تمنى الترجي معناها ان الترجي مثلا لا خالص بس انا عن نفسك عب حكيم بحب لقاءات الليلة الاهلي والترجي هنشوف بكرا كله ان شاء الله كان فيه سؤال النهاردة طرحنا على صفحة القناة الاهلي السوشيال ميديا قبل اجراء القرعة غدا من تتوقع ان يواجه الاهلي في دور التمانية لدوري ابطال افريقيا وفيه كتير جدا من جماهير الناد الاهلي شاركونة اسلام بقول ان شاء الله الوداد محمد طيب نشوفه على الشاشة احمد بقول الاهلي لا يخشى احد اتوقع الترجي التونسي حسام بقول الوداد باذن الله وهنفوز عليهم ذهاب وقياب ان شاء الله محساب كل سنة وطيب حسن مجدي بقول الوداد الرياضي المغربي وقال عبدالله بيقول الترجي ابو عبد المنعم بيقول الرجاء محمد الترجي الوداد او الترجي ماشي يعني فرق من المغرب وفرق من المغرب موسيقى العصان ده بيهرج الاهلي لا يخشى احد هنشوف مين سيء الحظ اللي هيو اعمال اهلي هنا كانت الاجابة مختلفة لا نحن الفرق التانية هي اللي تخشى الاهلي هي اللي مستنية انما تقعش مع النادي الاهلي طيب ابراهيم بيقول الوداد دي اخر اخر تعليم معنا يمكن طبعا الاراء متبينة كابتن اسامة عبدالحكيم ايمن يعني فيه اراء متبينة انا عندي حاجة كنت لسه بتكلم فيها انا وعبدالحكيم برا مقول له فيه فال حسن في الفكرة بتاعت القرعة وهنبعد لو ايه وانت عمل نتيجة في القاهرة كمان مش إجابية قوي بالضبط يعني الترجي كنا تعديلنا 2-2 وكسبنا هناك 2-1 مع الكابتن حسام البدري وقتها والرجاء مع بيتسو موسماني كسبنا هناك 2-1 في ماتش ضيعنا فيه بنالتي وضيعنا فيه فرص وهناك تعديلنا واحد واحد وتأهلنا وفي المرتين تأهلنا للنهائي ما قابلناش الوداد قبل كده في ربع النهائي وخلينا بس نقف عند الفعل الحسن يظل بعد القرعة حالة اللعبة يوم المباراة بالضبط كده تشكيلة المدير الفني وتوفيق وتوفيق اللعيم هو ده اللي يظل إن شاء الله تبقى نقطة فارقة يوم المباراة خاصة أيا كانت الفرة لايعبها النادي الأهلي منذ قليل الكابتن محمود الخطيب يجتمع مع لجنة التخطيط لمناقشة التقارير قطاع الناشئين والأكاديميات ده خبر حالا لسه نازل الوقت على صفحة رسمية للنادي الأهلي عقد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي جلسة مشاورات اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح وعضوية الكابتن زكريا ناصف وبحضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة والكابتن شطة مدير عام الأكاديميات جاءت الجلسة في إطار تقييم الموسم المنصرم في قطاع الناشئين والأكاديميات والتحضير للموسم الجديد وطلب الكابتن محمود الخطيب تقارير كاملة حول طبيعة العمل والاحتياجات والأداء والنتائج والعناصر المتميزة المتواجدة بين فرق الكطاع وكذلك بالنسبة للأكاديمية ونشاط الأفرع في المحافظات وتقديم خدمات لأبناء المحافظات والكشف عن المواهب وإتاحة الفرصة لأكبر قاعدة من الناشئين ده الخبر حالا على الصفحة الرسمية للنادلالي واجتماع مهم مع الكابتن محمود الخطيب مع لجنة التخطيط وبحضور كابتن شطة وكابتن زكريا ناصف الكابتن محسن صالح وفي حضور أيضا الكابتن حسام غالي كأستاذ عبد الحكيم بكرة مباراة مهمة جدا أمام غزل المحلة الأهل عينه السنادي على الدوري في مقولة بتتقال إن خلاص الدوري سهل والدوري محسوم صحة الكلام وشايف لسه المباراة المتبقية دي أخطر نبرة دي وجهة نظر أخطر نبرة على أفرينا دي الأهل محليا مفيش حاجة اسمها عشان مثلا الزمالك نتايا يجو متراجعة وبيلعب على المركز الخامس أو السادس وحتى لو فيتشر برومتز مثلا لأ بس لسه أنت كل مطش لازم تلعبه على إنك محتاج التلاتة بونط بي بأي شكل من الأشكال وكمان فرقة غزل المحلة دي فرقة يعني الناس مثلا فرقة غزل المحلية بـ 22 مباراة جابت 23 جون وأهداف استقابلت 29 شباكها نظيفة ست يعني طلعت بدون تسجيل أهداف مرموعة ست مرات دقة تملات عندها 80% طبعا لحصات زي مننا لسه أي من العام للحاجات دي ففرقة غزل المحلية فرقة كويسة جدا ونتيجها في الدوري كويسة جدا وأخطر حاجة على الندل أهل دلوقت إن حد يوصلك رسالة أو يحاول يصدلك جزيزة إن الدوري انتهي زي ما بعض الناس المحلين قالت إمبارحة أو أول إمبارحة ده ما ينفعش أن انت تتقبلوا بأي شكل من الأشكال لازم كل مباراة تدخلها تكون عينك على المكسب ممكن تكون انت عندك ظروف معينة أن انت عندك مطش زي مطش بارمة زي فينا الكاس يوم لتنين تفكر فيه فين انت عندك مثلا لعيب أو اتنين مجهدين زي مثلا بيرسة وهال معلول ده التفكير ماسي بس ما تشتغلش على جوزية إن حد يصدرلك أن انت لا حتى لو خسرت نقطة أو تعديلت مطش ده سهل لا لازم كل مطش تكسب كل مطش بيقربك للهدف بتاعك تخلصه عشان لما بعد كده تخلص الدوري تتفرغ بقى تكون دخلت في المراحل الأخيرة في دورة أبطال أفريقك تكون انت زي نكسافر البطولة يعني أتمنى أن شهر أبريل لو عندنا أربع أو خمس مواجهات دور في البطاعة دي نخطهم تلاتة دوري بغزل المحلة ومطش نهائي الكاس لو تلاتة مباراة دول أخذنا تسعب هنروح لمرحلة كويسة جدا إن إحنا نقربنا من الدورة نتمنى إن إحنا نتعامل بهذا الشكل إن إحنا نحسن في شهر أبريل تلاتة مباراة اللي هنلعبهم دورة سوز أيمان أبرز الأرقام قبل مواجهة الأهلي غادر أمام غزل المحلة يعني زي لو هنكمل على الكلام اللي قاله عبد الحكيم فكرة إن غزل المحلة هننتكلم إنه هو في المركز السابع حاليا فريق مميز جدا فيه رقم مهم جدا ممكن نقوله إن فكرة إن هم الأكتر التوقيتات الأكتر اللي بيجيبوا فيها أهداف هي الجزء الأخير من المباراة الربع الأخير من المباراة ده معناه إن هم كفرقة بيكملوا للآخر ما بيرموش الفوطة بدر طالما الماتش فيه هم مستمرين الفترة اللي هي ممكن نقول هم بيسجلوش فيها ودي حاجة غريبة جدا وهي فترتين في المباراة آخر ربع ساعة في الشوت الأول وأول ربع ساعة في الشوت الثاني تلاتة وعشرين جون ما جابوش ولا جون في الاتنين وعشرين ماتش فآخر ربع ساعة في الشوت الأول وأول ربع ساعة في الشوت الثاني يعني متكلم مثلا من الديئة تلاتين لغاية ديئة خمسة وسبعين آآ آآ خمسة وسبعين حاكب الفترة دي الربعين ده ما بيجوش فيه هدف حتى الآن فده برضو مؤشن هو ممكن يكون في الفترة دي هو ده الوقت اللي بيتراجع فيه أو بيأمن نفسه أو أي أن كان عندهم طبعا أحمد الشيخ اللاعب ده يعني بنتكلم في هدف الدوري حاليا يعني لاعب مميز جدا برض أفضل فترات أخير بالزبط بيعيش أفضل فتراته يعني مسجل عشر أهداف في الدوري بنتكلم الأكسبكتد جولز بتاعته أو الأكس جي الأهداف المتوقعة تسعة يعني وهو جايب عشر فده معناه أنه هو من الفرص اللي بيتجيله لو فرص تهدفية محققة بيعرف يستغلها بشكل أمسل حتى لو فرص يعني قليلة النهاردة بيصنع الفرص لزميله صنع عشرين فرص لزميله التمرات المفتاحية بتاعته برضو مميزة نتكلم في تسعتاشر كورة محاولاته على المرمى خمسة وخمسين في المية الدقة بتاعتها سجل تلت أهداف من تلت رقالات جزاء التلاتة حطهم في نفس المكان اللي هو تقريبا على يمين الحارس الزاوية العكسية بتاعته هو بيحطها بإتقان شديد جدا فهو لعب مميز الفرقة كويسة بيلا عندهم كذا لعيب مميز فالنهاردة اللي فيه ميزة انت هتلعبه في صدق قاهرة هو برضو غزل المحلة من الفرقة اللي تحب تلعب في ملعبها أكتر بيبقوا مرتاحين أكتر في ملعبهم ملعب القاهرة ممكن بالنسبة له ما يبقاش أفضل حاجة لكن بتصطدم انت بس كنادي أهلي بحاجة واحدة فكرة انت فعلا اللعيبة بتاعتك مجهدة انت عندك لعيبة جاية من توقف دولي لعب زي علي معلول ده لعب الماتشين بتوع تونس في التصفيات ورجع الروتيشن مهم بكرة مهم بس برضو رتيشن دايما بحساب ما بتقدرش تعمل رتيشن في فرقة كلها ولكن النادي الأهلي بسم الله ما شاء الله عنده ميزة ان الدكة بتاعتنا قوي يعني احنا قهدين من في ماتش الهلال ونتفرج على البودلاء بتوع النادي الأهلي وهم بيسخنوا انت بتتكلم في لعيبة أساسية لعيبة دولية حالي باتحي حسين الشحات القندوسي لعيبة مهمة جدا فالنهار ده لما بتعمل حتى الروتيشن مستويات اللعيبة دي من المفترض ما يبقاش في فرقات كبيرة فدي تفيدك حكيم قال جملة مهمة ان لأ وردا على كلامك قابتل ان اسامة فيش حاجة اسمها الدوري يتحسم لسه احنا عندنا منشاط مؤجلة عايزين نتعلم من سيناريو السنان اللي فات السيناريو السنان اللي قبلها لان انت هتضغط الضغط جاي جاي انت النهار ده هتلعب ثلاث نقاط اللي اخدوا مدخلهم الحصالة هينفعوني قدام جدان غزل المحلة عندك فرقو واتقد سموحة ده قبل مطش افريقيا فالنهار ده دول ثلاث مطشات بتسعة نقاط مهمين جدا عندك نهائي كاس يعني انت عندك اربع مطشات مصريين في شهر وزهابوا اياب ربع نهائي عبسط شهر ابريل ده انت ممكن يعني ان شاء الله ربنا يكتب لك فيه التوفيق اخدت ان شاء الله بطولة باذن الله اه تأهلت سيمي فاينال افريقيا رايح السوبر المصري بمعنويات مختلفة فهي دي الفكرة فانا تمنى هي واحدة واحدة ما فيش اي ضغوطات عليها نلعب مرتاحين زي مباراة المقاولين العرب كده دخلت حطتها ده فين ارتحت ورايحت دماغك وشيلت من دماغك كل حاجة هو تصدر ضغط اللي قداما كنت تلعب مرتاح هتخش بفكرة ان لقدر الله يبقى فيه يهدر لي فرصة كده فرصة كبتا عقادت المش هتتطر تقعد تجري انت وراككورة وتتعب وتنهج والكلام ده كله تمام كلمة اخيرة صاحب حكيم كلمة اخيرة اتمنى من لعبة النادي الاهلي اني انا طبعا يعني مش هتكلم على جزئية ان المطش خلاص احنا عدينا مطش بس انت بتجاتلك فرص كتيرة جدا في مطش الهيل في الشوت الاول كان لازم ان انت يبقى نسب ان انت تضيع قليلة جدا نقل من الرقم ده بكتير يعني لازم عندك اما يجيلك اربع او خمس فرص قبل جنة الكهربا وكلهم فرص يعني ستين سبعين منهم اقرب ان هتجي الجود لازم تبقى مركز جدا الفترة اللي جاية ممكن في مطشات مش هتجيلك الفرص دي تاني يعني مثلا انت بتلعب التراجي او الرجاء مش هتجيلك الفرص دي تاني او الوداية التحدي مش هتجيلك يعني هتجيلك الفرصة ممكن ما تجيلكش واحدة تانية زيها لازم يكون عندك تركيز قدام بيرمت زي بقى نفس الموضوع اي مطش ليك الفترة اللي جاية سواء دور محلية او كاس مصر او دور ابتال افريخة الفرص مش هتجيلك بسهولة فلازم يبقى عندك تركيز شهد جدا جوا الملعب ان انت تخلص 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 ونقطة التانية بقى نتمنح نقفل موضوع احمد عبدالقادر خلاص ما فيش اي حاجة الراجل اعتذر لمدربه والنادي الاخت قراره والقصة انتهت مطشات اللي جاية مهمة جدا محتاج لكل عنصر عندك في الفريق نقفل عشان نروح للمطشات اللي جاية في ابريد عندك محطات مهمة جدا تاخد الكاس رب نكرم ان شاء الله تروح تلعب سوبر يوم اربعة خمسة فابو الزابي بإذن الله بابتلقين بإذن الله يعني الفترة اللي جاية يعني دور الجمهور هيبقى موازي مع اللعيبة دفت نظر انت بتقول يا ايمن على الجمهور مباراة غز المحلة الاولى اللي كسبنا فيها 2.0 عدد جمهوري النادي الاهلي كان كبير برضو في براة المحلة اه ده الناس نعيد بالنسبة لها هناك انت النهاردة ونتكلم في انت تلات تلاف بيخلصوا في النهاردة ممكن نباح بحشوية خمسة نباح بحشوية عشرة هتفرق يعني هم نتكلم في صناعة نتكلم النهاردة النادي الاهلي ماديا استفاد من مباراة الهلال ولا لا الاهلي استفاد شركة تسقارتي كل الناس استفادت مصدر دخل مهم للاديا الجمهورية بالظبط للاستاد الحاجة لناس اللي بيقى الخدمات بيقى الاعلام الخدمات كل يعني فيه حاجات اه بالظبط فدي ان شاء الله جمهور الاهلي الفترة اللي جاية فيه اربع مطشات دوري نهائي الكاس مطشة افريقيا مهم جدا تواجده بشكل قوي اللعيبة زي ما الصعب حكيم كده قال اهم حاجة الفرصة ثم الفرصة أنا قلتها مع كابتن اسلام قبل كده لازم يبقى عندنا لما هتخلص الفرص دي انت هترايح نفسك هتلعب المطش تمسك الكورة تقعد تنقل تخلص المطش ده ده الوقت ده ده وقت النتائج المطشات الاقتصادية ازاي تكسب بقل مجهود عشان خاطر انت عندك تارجتز كتيرة تقدر تحققها لان طول ما انت بتعبي الرصيب بتاعك بطولات وقف تكر كابتن اسامة لو يتذكر كلمة منو الجزيه دايما رصيدك اللي في البنك حاجة لكن رصيدك انت كشخص كلعب كورة دايما هو في البطولة طول ما انت بطولاتك كتير ده انت لما عبطت الكورة جنب الرصيدك اللي في البنك يبقى عندك رصيد تشتغل بعدي سنين ويعني ده هو ده تاريخك اكيد ايمن من عشق مستر مانو تاريخ كل استاذ حبد الحكيم انا بشكرك شكرا جزيلا ناورتنا وشرفتنا الله يكرمك بالشرف استاذ ايمن جيل بيرتو ناورتنا وشرفتنا ان شاء الله بقرأ القرأ هم كلهم عايزين يتجنبون كابت النسامة انا سعدت دايما بالتواجد معاك وان شاء الله نتمنى نكون قدمنا حلقة بالتأكيد مفيدة لكل السادة المشاهدين وانا سعيد ان انا كنت موجود معاك النهار ده محمد ومع زنائلنا يعني استمتعنا بالحلقة ودايما ليهم عراء مهمة جدا بكده وصلنا نهاية حلقتنا النهار ده بشكر حضراتكو شكرا جزيلا وكل التوفيق للعاب النادي الاهلي في مباراة غزل المحلة غدا وايضا مباراة بيرامدس في نهاية كأس مصر شوف حضراتكو على الف خير شكرا ورمضان كريم